قالت الولايات المتحدة أن شرطة إظهار نتيجة اختبار سلبية فيروس كورونا للمسافرين القادمين من الصين لا يستند سوى إلى العلم وأضاف المتحدث باسم الخارجية نيت برايس أن الإجراءات تنطوي على مخاوف بشأن الصحة العامة وارتفاع عدد الإصابات في الصين بالإضافة إلى نقص بيانات التسلسل الجيني والوبائي والفيروسي التي يتم الإبلاغ عنها من بكين وجدد برايس التأكيد أن واشنطن مستعدة لتشارك لقاحاتها المضادة للفيروس مع الصين